ونتابع في هذا الملف ينضم إلينا الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ نظير مجلي أستاذ نظير يعطيك العافية ومساء الخير طبعا نحن الآن في ضجة ما قبل الإعلان الرسمي وهناك ترقب في المجتمع العربي لما سيحدث مع المشتركة أو ثلاثية المشتركة كما باتوا يطلقون عليها في اليوم الأخير ما هي الأخبار؟ كيف تقرأ الصورة؟ ما هي آخر المعلومات التي وصلت؟ مساء الخير لك مصطفى والإخوة والإخوات المشاهدين والمشاهدات هذا يذكرنا بعشية الانتخابات الماضية ثلاثة انتخابات اثنان منها لم نكن في حالة توتر على الإطلاق كان واضحا أن لدينا قائمة مشتركة ولكن عندما تفسخت القائمة المشتركة وعقبها بقسوة الجمهور فيما بعد في ذلك الوقت انتظرنا حتى الدقيقة الأخيرة في الساعة العاشرة إلى خمس دقائق يعني قبل خمس دقائق من إغلاق باب تقديم القائم تم تسليم القائمة تتفضل الصيغة النهائية وكانت قائمتان كل قائمة تضم حزبين وهذا يبدو أن الأمر سيتكرر لأن المسألة لم تحسن الأحزاب تقريبا حسمت واضح أننا ذاهبون في اتجاه قائمة مشتركة تضم ثلاثة أحزاب وقائمة تضم الحركة الإسلامية ومعها بعض الحلفاء من الشخصيات المعتبرة مثل سيد مازن غنائم وغيره لكن إذا كانوا سيذهبون إلى قائمة واحدة ونعود إلى القائمة المشتركة فيدركوا كلهم ما هي خطورة سيد مدير هذا الاحتمال لا يزال واردا برأيك وفقا لقراءتك الوارد هو أن هناك محاولات حتى اللعبة الأخيرة يوجد عدد من الناس الطيبين الذين يعتبرون حارسين وقلقين جدا على مستقبل الجمعية العربية ودورها السياسي حارسين على ذلك الإنجاز الهائل الذي اتحقق عند مقامة القائمة المشتركة يؤمنون أنه ما زال هناك أمل في أن يتوصلوا إلى اتفاق مع الأطراف ويذهبوا إلى مثل هذه القائمة المشتركة لكن المسؤولات في حسابات أخرى طبعا حسابات شخصية وذاتية بالأساس وربما أيضا حسابات سياسية ربما ارتباطات ربما قرارات من أماكن أخرى ليس بالضرورة من داخل البلاد تلعب في هذا الاتجاه وتمنع مثل هذه الوحدة لأن هناك شيء مخالف للمنطق أنت تعرف أن الجمهور العربي في إسرائيل يريدوا قائمة مشتركة ولديه حتى ملاحظات على القائمة المشتركة فعندما ذهبت الحساب إلى انقسام الجمهور عقبها بشدة ولم يذهب إلى الانتخابات يعني عمليا كانت المقاطعة بنسبة 50% نتيجة لذهابهم بتفسيخ القائمة المشتركة واليوم يكررون نفس الأمر لماذا؟ ما الذي يدور في قلد أولئك الذين يدفعون بهذا الاتجاه؟ لذلك واضح أن هناك أكثر من علامة استرهام على مثل هذا التصرف وباعتقاد أن رد الجمهور سيكون قاسيا جدا في حال دخول المعركة ولكن دعنا نفترض جدلا أن القائمة المشتركة عادت مشتركة بمركباتها الأربعة ونافست في الانتخابات المقبلة ضمن هذا التكتل هل سيقوم المجتمع العربي بدعمها بذات القوة؟ هل سنتجاوز كل ما سمعنا وكل ما عشنا خلال الشهور الأخيرة من خلافات وتراشق إعلامي؟ وأن نستيقظ من النوم مستبشرين خيرا بقائمة مشتركة ومن ثم يخرج الناس بـ 80% كما حصل في الانتخابات الأخيرة لدعم قائمتهم هل تظن أن هذا السيناريو متوقع؟ الجواب الأوتوماتيكي في هذه الحالة هو لا لأن المنطق يقول أن لا يعقل أن تشد عصاب وتمزق عصاب الجمهور كل هذه الشهور وبعدها تقول صحاونا وذهبنا إلى المنطق بالتأكيد هذا الأمر ليس سهلا ولكن عندما تجري حسابات أخرى وتراجع معارك انتخابية سابقة بإمكان الأحزاب عادة أن تقوم بتصحيح أخطائها وإيجاد الطريقة اللبقة للاعتذار والقدوم بأفكار جديدة في المعركة الانتخابية وأراء جديدة نحن نذكر أن الانتخابات الأخيرة خرجت القائمة المشتركة قوية وارتفعت نسبة تصويق بشكل كبير إلى 64% ووصلنا إلى 15 مقعدا لم يكن 6 هذا جاء بعد أن قرر الجمهور أولا أن يسامح القائمة المشتركة على خلافاتها السابقة وتصحيح هذا الوضع يعني تقديرا للتصحيح هذا الوضع ثانيا كانت هناك بعض الخطوات التي قامت بها القائمة المشتركة ورئيس القائمة المشتركة أيمن عودي عندما تحدث بلهجة جديدة عن ضرورة التأثير على المجتمع اليهودي في قضيتين أساسيتين قضية انهاء الاحتلال والسلام من جهة وقضية المساواة من جهة أخرى هذه كان لها بريق مهم الجمهور اقتنع بها والجمهور طيب يعني وذاكرته قصيرة فسامح اليوم ربما نستطيع أن نقول أن الجمهور لن يسمح بسهولة لأن هذه المعركة لم تكن ضرورية كانت زائدة للغاية ولذلك ربما لا نصل إلى 15 مقعدا لكن هنا أيضا ينبغي أن ننتظر كيف ستدار المعركة الانتقابية لا أحد يعرف كيف سيتصرف نتالياهو هل سيظل في هجمته على أصوات العرب أم أنه سيعود إلى وجهه الحقيقة عندما يذهب إلى المستوطنات ويبدأ يتحدث غاد في خطابات سياسية معادية ولا ردري كيف ستتصرف مثلا أحساب مثل كهانة في الشارع كل هذا من الممكن أن يغير الصورة فنحن أمامنا حوالي شهرين حوالي 50 يوما فهذه المسافة لك قليلة فيها ممكن أن تحدث الكثير من الأمور التي تؤثر وتغير اتجاه رأي العام فيما يتعلق بالمشهد الأوسع أستاذ نظير المشهد السياسي الإسرائيلي خلال هذه الساعات الأخيرة قبل تقديم القوائم النهائية أنظر إلى أو أقرأ استطلاعات الرأي الأخيرة هناك قوة أو يشع تيد يحافظ على قوة الليكود أيضا يحافظ على قوة من ناحية التوقعات وقد عن سار الذي توقعنا كثيرا أنه سيكون المنافس والندل نتنياو في هذه المعركة وهو في المركز الثالث إن صح التعبير كيف تقرأ هذه الاستطلاعات مع فعلا قرب الموعد النهائي لتسليم القوائم في نهاية المطاف هناك معسكران معسكر مع نتنياو ومعسكر ضد نتنياو شئنا أم أبينا؟ شاءوا أم أبوهم أيضا؟ هذا هو الواقع فإذا كان نتنياو قادرا على تشكيل حكومة يمينية صر فكل الحسابات بالنسبة للطرف الآخر ستسقط من جهة الطرف الآخر إذا استطاعوا أن يعرزوا أكثر من 61 مقعدا عندها سيبدأ سرع من سيكون رئيس الحكومة وفي هذه الحالة طبعا المفروغ منه أن يكون رئيس أكبر كتلة من الكتل التي تعارض نتنياو بدءا من جدع سعر وحتى القائمة المشتركة وطبعا يدخل بهذا الحساب في البداية يمينة لأنه حتى الآن لم يقرر أين سيذهب من غير المستبعد أن يأتوا ويعرضوا أنفسهم لرئاسة الحكومة مقابل إما اتفاق تبادل مع سعر إما اتفاق تبادل مع أغير لبيد والأمور ستبقى مفتوحة كل ذلك سيتوقف على نتائج الانتخابات وطبعا سنعرف خلال الانتخابات من هو الذي يطرح نفسه كرئيس حكومة ما حصل قبل شهر مع جدع سعر لا يصلح أن يجري الحديث عنه اليوم فقد هارت عمليا نسبته من 24 مقعدا تلقاها في البداية اليوم يتحدثون عن 14 مقعدا نعم فهذا التغير من الممكن أن يكون في صالح نتانياهو الآن ربما في صالح عير لبيد لأنه هو أكثر الحزب ثابت حتى الآن ويذهب صعودا وليس الهبوطا لكن هو غير مقبول كرئيس حكومة مثلا على بنة نفتالي بنة نعم أستاذ نظير مجلي هذه المعلومات هي أيضا توقعات وقراءات لكن الـ 24 ساعة الأخيرة على الأقل ستحمل إجابات وفي أكثر أشكرك في هذه المرحلة على كل هذه المعلومات ترجمة نانسي قنقر